الوصفة المحبوبة وخاصة في شهر رمضان ورح نستخدم فيها شرائح بورمن ريفي تبلت الدجاج رحكتب لكم التتبيله اضفت بطاطس مقلي ومخلل وقلبتهم شويات بعد كذا اضفت الهردة واضفت البقدونس وقلبتها وطفيت الحرارة والان نجهز الشرائح هذه الشرائح شوفوا كيف خفيفة ورقيقة وتنفك وحدة وحدة رح اقسمها بالنص لاني حب الشيء المني وليمتكتك واغفلها كذا رولات بهذا الشكل لاصفهم في صينية مدهونة بزيت الزيتون وبعد كذا رح ادهن الوجه بزيت الزيتون ودخلها الفرن الى ان تتحمر وتتحمر وبالف عافية الصلطة هذه خيال جدا لذيذة بذنجان مقلي وبصل اخضر وشبت وبقدونس وزيتون حار وبرغل منقوع ومعصور خلطناهم كلهم مع بعض بعد كذا حطيت الصوس دبس رمان وليمون وزيت زيتون وملح في الف الاسود وكمون وبهار الصلطة ووريغانو بعد كذا رح احطهم في الكاسات او باي طريقة تقديم انت تفضلينها وحطيت على الوجه الخس وحطيت الطماطم الكرزية وقدمناها بألف عافية جدا لذيذة لا تفوتكم بتكون ادمان مربعات التندوري اللذيذة صدور دجاج قطعتها مكعبات استخدمت هذا التندوري حطيت زيت زيتون وليمون ثوم وزنجبيل زبادي ومعجون طماطم مجموعة بهارات مع بهارات التندوري خلطتها وبعدين خليتها تتبل تقريبا ساعة فاكثر حمست البصل لحد مش قر شوي اضفت تتبيلة الدجاج واضفت بعد ما بيضي شوي اضفت له الفلفل البارد والكزبرة وقلبتهم وبعدين اخدت السبنجرول وقطعتها لانه كان كبير قطعتها الى تقريبا اربع اجزاء وحطيتها بهذا الشكل حطيت الجبن وحطيت الحشوة وبعدين بديت اقفلها بشكل مربع زي ما انتوا شايفين وقفلتها بخليط الدقيق والموية بعد كذا بعد ما خلصت كل المجموعة شوفوا كيف شكلها جدا جميل وانيق رح قليها بزيت غزير واقدمها مع سلطة الشتني او سوس الشتني وبالف عافية البنوفي موز وتوفي بنسوي بطريقة لذيذة بنستخدم من المدح لكشوريو كراميل سوس وحلاوة الكراميل وبسكوت بيبي زبادي بالموز وجوب كريمي واخلطيهم مع بعض بس هذي مكونات الوصفة بعد ما تخلطينهم وتحصين على قوام كريمي حطيه في كيس التزين وصارت جاهزة رح استخدم اول شي بيبي البسكوت رح انفتتها لاني عبغاه يكون كذا كرنشي وحطه في العلب بعد كذا رح اصف عليه شرائح من الموز زي ما انتوا شايفين واخذ لكشوريو صوص الكراميل ريحته مرت شهي وحطه عليه وحط عليه خليط الكريمي اللي انا سويته ونرجع نحط موز ثم كراميل لكشوريو من المدح وبعد كذا رح اخذ حلاوة الكراميل المشهورة بحلاوة البقر وافتتها وازينها فيه وقدمه بارد يسرسح بألف عافية جدا لذيذ اشتركوا في القناة